السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاك حبيبي عاملين ايه وحشتوني 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 حبيبي في الله نسمي الله ونسلي على رسول الله عليها افضل الصلاة والسلام حبيبي يا رسول الله ونشوف هنعمل ايه دلوقتي هتعمل ايه يا نور والله الدنيا بردة وسقعة ومتكتكة وما اقول لكم شو العيال نايمين وما فيش غرجو انا وجوز اللي صحيين فقلت ايه ما ام ازبطوا ايه بكوبايتين سحلة بكده حلوين فايه كنت جايبة سحلة بابعوف دوت فايه يعني حاجة ابعوف دي ماشاء الله الله واخبر حاجتها لوز العنب دي المكسرات اهيت طبعا فيها فوزدق وبندق وسوداني وجوز هند وسمسم وزبيب شوية مكسرات كمان جميلة وطازة وطبعا دلقتهم على البرتمان كله عشان مش هنفع احط على الوش بس بتبقى ايه في كل العلبة احسن وهقلب كده العلبة كلها طبعا يا جماعة والله منتجات ابعوف دي انا بجيبها هو انا مغمضة عيني اي حاجة بتاعت ابعوف هي بتبقى غالية شوية بس حاجة بتبقى بصراحة لوز العنب يعني علبة السحلة بديب كام تلاتة واربعين جنيه هي غالية بس طعمها اول مرة في حياتي اشرب كوبية سحلب فعلا يعني التاني ده ما كانش سحلب خالص ده رز تقريبا ولبن بودر وفانيليا لكن ده بصراحة ده السحلب اللي على اصوله فعلا يعني انا طبعا مش بطلع شكر في منتجات بسهولة غير لما كون متأكدة منها بصراحة وعجبين طبعا معي لبن فانا بعير الكوبية كده عشان ما يطلعش زيادة ولا ناقص وهدر من اللبن بتاعي وهدر من السحلب بتاعي محدش صاحي كله نايم رحت عاملة ايه كوبيتين كده كل كوبية عليها قد ايه السكر طبعا حسب الرغبة انا ايه حطيت معلقتين سكر لكل كوبية بس لو انا هشرب لوحدي هحط معلقة على الكوبية بس بوزي طبعا بيحب الايه بيحب السكر كتير يعني وهحط السحلب لكل كوبية معلقة عشان انا مش بحبه مهلبية ودخين كده لانا بحبه وايه وسط كده يكون مزبوط يعني وهقلب وهرفع ايه هرفعه على النار لما يدوب مع بعدي هرفعه على النار واغليه زي اللبن بالزبط اهو معانا غلي وبقالوزي العنب شايفينه الصنك بتاعه والسمسم بقى والمكسرات وطعمه ما قلوكمش حتى اللون بتاعه مش ابيض زي السحلب اللي احنا بنشربه السحلب العادي ده لا لا دا لونه مدي على سكري كده شوية يلا بقى نزبط المسائل كده وايه ونديها ايه صهرة حلوة كده اهو بقول لكم بصوا في كام في انا بقرار لسه على فكرة في عشرة في المية زيادة اه بتأكد الاول اهو ورته لكم عشرة في المية زيادة اهو يلا بسرعة بقى نزلوها تبقى الكاكاو والسحلب وال والحاجات الدفية اللي هي بتدفي في الشتة ديت وزبطوا المسائل اهو هسكت على كده لا طبعا استاني فتحت الدرفة كمان ايه واعمل شوية فشار حلوين كده اما اللي يعني كباتين سحلب وبس والسهرة تخلص على كده لا ولاقيت كمان بطاطا عندي رحت حتى اتنين في الطبق اهو اعملت شوية فشار في السريع عبر ما صبيت السحلب كان الفشار يتعمل حاجة بسيطة وسهلة وطبعا الشتة انت عارفين ليه طويل وبيجوع وكده فده ايه بدل ما يقول لي ام يعمليه لتعشح فالحاجات دي تصبيرة يعني وحاجات سهلة يعني او البطاطا دي كانت مع السلة خالص على فكرة زي بيقولوا عليها مع السلة يا بطاطا الاكل بالزاد والله يا جماعة مش اي حاجة بتعجبني على فكرة حاجة سهلة وبسيطة وكده اقول لكم ايه بقى صهرة سعيدة ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والشراك في القناة وتفعيل الجرس عشان وصلكم كل جديد واللي وصل لغاية هنا ما ينساش يصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام حبيبي يا رسول الله كنت هنسا وكنت هزعل جدا مع السلام